وزاي تخاف على الاهل والاهل كل يوم بيطلع كادر من الكوادر الإدارية العالمية الكبيرة بالمستوى والقيمة اللي انتو شفتوها لا ما تخافش على الاهل طول ما درست الاهل الإدارية بجانب الفنية قادرة انها تفرز هذه الكوادر وهذه القيم الرياضية والقيمة الكبيرة ده كان امر مهم جدا وتبقى ضربة البداية مقالي ومقاله لو كنتم تفقهون لو كنتم تفقهون واخدين بالكوا كويس الهم واحد والمصلحة واحدة والخطر واحد واعتقد القضية واحدة جدا انت اشارت اليها في البداية الاندية الشعبية الاندية الشعبية في مقدمتها الاهل والزمالك يا جماعة ما يحدث احنا بنسلم الكرة المصرية يعني تسليم اهالي للي عايزين يهدوها عملية ان احنا التفرقة التي تحدث بمساعدة اعلامية غير مدركة اهلي وزمالك والقبلية الاسماعيلي والاهلي والمصري مش عارف ايه ومين مع مين ومين ضد مين دي بقى دي يعني بص في السياسة استاذ ابراهيم هناك مبدأ ميكيافلي فرق تسد فرق تسد الناس دي قوتها في ايه من ان كل واحد عامل نفسه ملكي اكتر من المالك النتيجة ايه الاهلي والزمالك اصبحوا ملتفتين لبعض وبقدر اكبر بيحاول الاهلي ينجوا من هذا لكن الى حد ما بتجيلوا اللحظة واستدرج كانت النتيجة ايه الاهلي احتفظ بصدرته والزمالك تردع الى الان خلي بالك لقد اكلت يوم ما اكل الثور الابيض عارف او اللي نحكي للاستاذ المشاهدين احكي 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 انا عارفه تلات تيران ابيض وسود واصفر فراح الاسد ملك الغابة راح متكلم مع الابيض مع الاسود والاصفر وقال لهم ايه يا جماعة انتو في خطر شديد انتو التلاتة وقفين مع بعض ليه باستمرار ما هو قفيتهم مع بعض مش مخليها الاسد يقرب ده انتو التور لابية ده عمل لكم تهديد ما انتوش واخدين بالكم منه ده لونه مع ضي الامر حتى بالليل بيقول ان انتو هنا ابعيدوا عنه شوية سيبوهولنا بقى عشان نخلصكم منه بعدوا عنه راح واكلين الطور نبيض نبيض راح رايحين للطور الاسود والاسود الاسود قالوا له بقولك ايه انت من يوم الطور الابيض ما مشي الطور الاصفر عايق قوي بلونه وماشي اتقام معه وفصل البقر عامل انه هو الدون جوان بتاعه يا عم سيبنا نخلصك منه تبقى انت سي السيد بتاعه وما فيش غيرك وكل البقر ضايق بتاعك حلت في دماغه راح سايقهم ياكلوه بعد يومين جيين له قالهم اه لقد اكلت يوم اكل الثور الابيض طبعا عملية يا جماعة انك تتصور ان حتى وقفتك مع منفسينك ان انت لازم تتعالى وتخش في اخناقه وجود هذه المنافسة لو اتفاهمت بمعناها الحقيقي وفي تماسك في الامام في المصلحة العامة والتنافس الشريف على الغايات هو دي القوة انا اقول لك حاجة يا سيد ابراهيم انا كنت عند مجلس ادارة ستة سبعين ثمانين وبعدين دخلت المكتب التنفيذي عندما اعتذرت كابتن الوحش وسفر الى الليبيا واستقال من مجلس ادارة دخلت اختروني ان انا اخش المكتب التنفيذي في النادي الاهلي وبدأ نوع من التقارب الشديد مع نادي الزمالك في وجود الراحل العظيم حلم زمورة وبعد سنة تم الاتفاق كان في قضايا من ضمنها البس التلفزيوني من ضمنها مش عارف ايه يعني كان بدري بدري الحاجات دي فتم الاتفاق على عمل مكتب تنفيذي مشترك يعمل تحالف بين الاهلي والزمالك في القضايا المشتركة للصالح الكور مصرية والناديين يبقوا رحيم بوجهة نظر واحدة اختاروا ثلاثة من الزمالك وثلاثة من الاهلي شرفت ان انا اكون بالثلاثة من الاهلي فريق ملتجي كما الحافظه انا اول اجتماع كان في نادي الزمالك فين دا من الناس اللي عملتوا غزي انك متعديش من قدام صور الاهلي متعديش من قدام صور الزمالك متقولش كلمة طيبة في الاهلي متقولش كلمة وتتجلد لو عملت حاجة من دي وتجار الكراهية يسترزقوا من هذا الكلام اعلام الكوين بيشتغل بتوجيهات هم مش داريين اللي بيوجههم دا عايز يوصل لايه خلص على نادي وبعدين استفرد بالتاني وتفضل اندي المحل الشعبية تتقلص اسماعيلي عنده مشاكل مش عارف ايه وبعدين تبصت تلاقي نفسك في الاخر في مواجهة دوري الناس مش مهتمية بيه ومن ثم اسماعيلي عاني المحلة يهبط اسوان يهبط ومن ثم يحصل المنصورة اختفت ها التحاد السكنداري هو بيناضل بس الحد امتى ها فمسألة التصور ان انا يعني مصلحتي لازم اقضي على المنافس بتاعدها غلط مصلحتي المنافسي يبقى اقوى بس انا اقوى منه وطول ما هو قوي هو بينباني بس التنافس يبقى شريف ايه يبقى في الغايات النبيلة في التنافس مش مفتعال الاكاذيب وطمس التاريخ والتهكم على القيم والتقاليد واستياد الالفاظ والدخول في معارك وهمية كل يوم وتاني ناس عايزة تصدرلك مشكلة مين دول شوفهم عايزين ايه عايزين اهمك كرة مصرية ايه التصعيد اللي كل يوم ده في كل حاجة فانا اللي انا عايزة اقول يا استاذ ابراهيم يجب على جماهير الاهلي والزمالك تحديدا وسائر الانديات الشعبية انها انا بقولش يعني ما يتنافسوش بس لازم يعرفوا ان مصلحتهم واحدة كلهم اهم ده يجي ازاي يجي بالعقل ويجي بالمسؤولية ويجي بالاعلام الرشيد ويجي بالقرارات المسؤولة من دوائر الاختصاص عن الكرة المصرية تحديدا عن الكرة عن الكرة المصرية معيار العدل معيار النظام حط نظامه وطبقه زيت بشكل اعمى ويسيب كل واحد واجتهاده يصل الى اخر مدى يقدر عليه هتطلق التنافس الشريف انما كالتفلك ده عشان ده يعدي وكالتفلك ده عشان السنة ده يكسب والسنة جاي مش عارف ايه وكل طرف شاعره مظلوب المصيبة ان كل طرف شاعره مظلوب لعدم العدالة في حين انك انت ممكن كل الاطراف ده بصرامته حاسب وكله يشعر ان واخد حقه حط نظام بدري راعي فيه المصلحة العامة يعني انا كنت اتمنى من مستر فيتوريا النهارده ويتحدث عن مصلحة المنتخب انه يتحدث عن النظام الكروي والجدول اللي داخل عليه السنة الجاية وانه يبقى احد مطالبه هو لا شوفوا لنا حل في الموضوع ده لازم الانديع ده يقل التنفسية هتزيد والفلوس هتزيد وسيب الجماهير تخش هو ده مستر فيتوريا اللي لازم يبقى الهاجس اللي شغلك مش هسيب مين واخد مين انت منتخب تقدر تاخد اللي انت عايزه الحقيقة يمكن ده يا جماعة اللي كان النادي الاهلي حريص عليه والاهلي لما بعد جواب الاتحاد الكورة ولربطة الاندية طالب الاتحاد العمل لدى الجهاد الامنية المختصة لعودة الجماهير بالسعة الكاملة في الموسم الجديد ده انقاذا لشعبية اللعبة وحرصا على جمهور الكورة وانقاذا للمسابقة وقيمة الكورة المصرية انك انت ترجع الجماهير للمدرجات بالساعة الكاملة صدرت تصريحات من الناب احمد دياب قال انه في حفل القرعة يوم حداشر حيكون فيه اعلان وخبر سعيد بشأن الحضور الجماهيري نتمنى نتمنى ان احنا ما نرجعش الفكرة الخمس تلاف والعشر تلاف والتنقيض انت عندك مطشات كبيرة تلعبت للمنتخب الوطني ومطشات افريقية للاهل السنة اللي فاتت مشكورة الجهات الامنية سمحت للاهل بالساعة الكاملة في مباريات مهمة تفتكروا الهلال السوداني التراج التونسي الودات كل المباريات دي تلقى اللي لعبها بساعة كاملة كان الملعب مكتمل اولا انت بتتكلم على دعم معنوي مهم جدا للعيبة رقم اتنين بنتكلم على العوائد المهمة للاندية في صناعة كرة القدم رقم تلاتة ودي مهمة جدا جدا شايفين الناس حوالينا تحركوا ووصلوا لفين شايفين دول عربية شقيقة شوف السعودية شوف الامارات شوف قطر بتعمل حوافز كبيرة قوي عشان تستقطب الجماهير للمدرجات احياء للعبة وحفاظا على شعبيتها احنا وصلنا المرحلة متقدمة جدا في التنظيم الدخول من خلال شركة تذكرتي وبقت في قاعدة ديانات وبقت في قلية الحجز التذاكر وبقت في طريقة للعقاب الشخصي وبقت في ثقافة لدى الجماهير ثقافة لدى الجماهير بالالتزام وعقوبة شخصية على المشجع اللي بيتجاوز كل دا قطعنا فيها خطوات كويسة خلاص احنا مؤهلين للعودة للساعة الجماهيرية الكاملة وبعدين خلينا نبقى صرحة هو انت عندك اربع خمس فرق فقط اللي ليهم جماهير ودي برضو كارسة تانية يعني احنا بنتكلم في الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري ولو عايز تقول بلدية المحلة فقط ستة من طمانتاشر يعني عندك اتناشر فريق ده دور لوحده هيلعبوا مع بعض كل مطشاتهم مع بعض مفيش تلاتهم فرها يتفرجوا عليهم مفيش اللي انت بس بتتكلم في عودة الجماهير في الخمس ستة اندية دول لا اكثر ولا اقل بس بقيت الاندية هتستفيدي يعني لما تيجي تقول لي الاهله هيلعب مع طلاعي الجيش مباراة طلاعي الجيش ما هالداخله هيروح اه الجمهور للاهلي بس الداخل اللي طلاعي الجيش او مع الداخلية او مع بقية الانبي او غير وبرامنز وفيوتشر وكل الاندية فاحنا بنتكلم على كل ما فضل لسه موجود خمس اندية او ستة اللي ليهم جماهير شعبية الكورة وفي صناعة الكورة واهمية الكورة المصرية وحضرة على الساحة احنا بنتعير بيها انتوا سمعتوا والدي الفراج وهو بيتهكم على مشجع مصري انتوا ديربي او كلاسيكو قالوا زمالك ما بشوفوش حد انتوا دوري ما بيتفرجش اللي عليه هم بس يعني ما منفعش والدنيا بتتحرك حوالين مننا ونختزر الموضوع ان احنا زعلانين منه من بعض لأ ومنه انه قال كده بس او ذكر حقيقة صحيح ما كناش نتمنى اقوله بالطريقة دي طبعا ودي نقطة انا عايز اكلمك فيها استاذ ابراهيم بردو احنا وصلنا الى حالة تراشقنا مع بعض اضعفنا الى درجة شوف هاستعرف مشكلة الكورة المصرية شوف صورتنا في الاعلام الخليجي اللي كان يمكن الاحترام الجم للإدارة الكوروية المصرية واندية مصر وقيادات الرياضية واستعام بكوادر ادارية وفنية ليهم ومازالوا بس هم عارفين ياخدوهم يستفيد منهم ازاي لكن لما بيرجعوا عندنا ندخلوه في اخناقات ندخلوا في اخناقات ومقارنات ملاش اي معنى مين اللي مستفيد من المقارنات دي انا مش عارف يا جماعة لا طيب اذا كنا لا نملك المال ومش هنقدر نصرف على الكورة كما تصرف يصرف السعودية او بعض دول الخليج او قطر او في الكوروية وشباب طالي عايز يتعلم يتعلم يشجع ازاي ويفهم الروح الرياضية عايزين نقدم له النموذج اللي يقدر يعني يصلح من سلوكياته يفاهمه يعني يتخسر ويعني يتكسب كل حاجة مربوطة بالكرام والتهكم والتحفيل هذا وضع في منتهى السوق بيستثمروا ناس اللي هما بتوعوا الإفهات اللي هما يقدروا يطلعوا يدعوا لك فجأة اصلا طول عمري كذا بكرة كذا وتتبادل المواقف والناس بتنسى وهو كله يلا لا مش عادي المشهد ده حرصا على الكورة المصرية ما زلت يعني اقول على الاندية الجماهيرية ان تحترم قواعدها الجماهيرية تحترم بعضها وتساعد على نبذ التعصب ولفظ لفظ مش بالمش الالفاظ هنلفظ اي ناس بتخرج عن النظام وجماهيرنا مؤكد بتجربتها السابقة مش عايزها تكرر الامور اللي قدت الى حرمانها من التواجد بالشكل الطبيعي اه موسيقى موسيقى موسيقى